تونس تونس يد وحدة وصل صوتك وزير دفاع سابق وزير خارجي سابق ايضا ايس حزب المبادرة سيكميل مرجان ضيفنا في ميديشو مرحبا سيكميل شكرا على الدعوة وتحياتي لكل مجتمعي ومجتمعات دعوة موزيك شكرا جزيلا سيكميل مرحبا بيك اولا ما يحدث في بن جردان هذه العملية شما رأيك اعتقد رأيك كل التونسة وكل المواطنين اولا تحية نبدأ بها لاهالي طبيعة الحال بن جردان للموقف اللي خداوه وخاصة كذلك الى قواتنا المسلحة وقوات الامن والحرس للرد الفعل اللي كان الحقيقة في مستوى عالي ومسئولية مسئولية الجميع ومسئولية الحرب ضد الارهاب كنا متوقعينها وهي مسئولية كل المواطن يواري جهزية للقواتنا المسلحة اعتقد انه اكيد انه فيه تحضير ما فيش ما نشكش في هذا وطبيعة الحال لكن الحرب ضد الارهاب مش حرب عادية مش حرب معناها متاع اعماليات عادية سواء كان الجيش او الامن وبالتالي هذه مش تكون في نفس الوقت تجربة ونجبنا نتوقعوا مثل هذه الاشياء ونكونوا جاهزين لها واذا كان فيما اي نقطة ضعف يجبنا نتفداوها في المستقبل كسياسيين معني هل اليوم ردة الفعل هل هي بمسيرات شو ردة الفعل لازم تكون ردة الفعل هي في الواقع مش قضية مسيرات لكن هي موقف لكل التوليسي يعني يزم اليوم ننساوي كل خلافاتنا وهنا نقول حتى كأحزاب يزمنا اليوم ننساوي كل ما عنا ويكون تكون وحدة وطنية كاملة ووفاق وطني كامل ضد الإرهاب وضد كل ما يمكن يمس من قبيلة الحال من وضعنا اللي هو صعيب ولكن ما نجم نتعداوها الفترة هذه مرة أخرى نزيد نعودها إلا باتحاد كامل ووحدة كاملة حول ماذا؟ حول أسألة برشا سي كمال ومش أول مرة تصيرنا عملية إرهابية واليوم هذا نجاح ما هوش فشل يعني يعتبر رغم الخسائر يعتبر نجاح في المرة السابقة عرضنا إلى نكسات إلى ضربات ما أقوى وتحدثنا على وحدة وطنية وعلى ما نعلم شيء نقول كل مبادرات عديدة في النهاية نسكول تنسى الوحدة الوطنية عندها شروط لليوم هل ترافي شروط هم توفرة؟ معنىش خيار توفرة شروط اليوم هل هناك وحدة وطنية حقيقية اليوم؟ أعتقد أنه إذا كان بعض الشيء اللي صار في بنجردان مناش مش نفهمه هذا وقته الإنساني والفعل خاف اليوم مهما كانت الخسائر وترحمنا على كل شهدائنا سواء كانوا من العسكريين والأمنيين وحتى ومواطنين خاصة هذا أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان يعتبر نفسه وطني وتونسي أنه ما يمشيش مع التوجه اللي تنسى الكل اللي يجب يكون عندهم وهو مسؤوليتنا في الحفاظ على أمن بلادنا وعلى استقلال بلادنا العون الأمن وعون الجيش وضحي بحياته هذا السلاح ويواجه في ناس ما يعرف شخص بش يجيوه ومنين بش يجيوه وفي أي بلاسة من الجمهورية الطرحية متاعي أنا أنا كيفش يزنني نضحي كل واحد ما يزنه ضحي بشي باش نضحي أنا بكثير من الأشي معنا مش بطريقة ما أنا ما نشفهمين هاسي كمال هذه المعضلة اللي عنا معناها أوكي نحنا نسواعين أوكي نحبوا بلادنا أوكي نسواطنيين نساندوا الأمن والجيش ونساندوا في هذه الحرب وكذا باش تاند باش قاعد تاند نتعاون معه نتعاون معه حتى بالخبر لأنه ممكن نشوفه حاجة غير عادية ومنعطيوهاش قيمة يلزم فهم أحساس بأنه كل ما يمكن أن نشاهدوه كل ما يمكن أن نلاحظوه يجب أعلام الصورة المعنية بذلك هذا أقل شيء وبدون ما كنت أتصور باش يصيرنا مثل هذا الشيء كنت دائما الحقيقة بأقولها وربما حتى عندكم أنتم ما قلتها وهو أنه في بلدان أخرى بلدان متقدمة بلدان معروفة وكبيرة في العالم كذلك دور المواطن هام جدا في التعاون مع خاصة قوات الأمن الوطني ما يزمناش نشعره أو نحتقره أي شيء أو ما نعطيوش قيمة إلى أي شيء نشاهدوه إلا هو غير عادي إلى جانب طبيعة الحال الدعم الكامل كما قلت معنويا وحتى ماديا معنا بمساعدة قواتنا المسلحة وقوات الأمن الوطني العلاقة مع جيراننا سي كاميل معنا هذا كبطبيعة الحال موضوع آخر في الوضع اللي فيه بلادنا اليوم كنا متخوفين منه كنا عارفين هذا احنا عنا ما يقارب على الاربعمية وستين كيلومتر حدود مع ليبيا حدودنا الغربية مطمئنين عليها إلى نسبة عالية نظرا طبيعة الحال أولا للعلاقة مع الشقيقة الجزائر ثانيا مع التجربة الجزائرية لأنه نعرف أنه الإخوة في الجزائر إخذاء وإحتياطاتهم وأعتقد أنه مصلحتهم وهي مشتركة معنا وبالتالي هناك شيء من الإطمئنين بالنسبة للحدود الجزائرية التونسية رغم أنه رغم هذا يجب أن نبقى كذلك دائما معناها في يقضى ودائما لكن مع حدودنا مع ليبيا أعتقد أنه من الضروري أولا ربما إعادة النظر حتى في تغطية حدودنا وصار هذا في السابق محقيقة ولكن اليوم فما وضع يختلف عما ربما عشناه في السنوات حتى لما كانت عنا خلافات في وقت من الأوقات مع ليبيا ومع العقيد القذافي اليوم فما شيء جديد الذي يجب أن نعطيه الأولوية وهو محافظة على حدودنا وأخذ القرارات اللازمة لكن بتعاون مع الجميع كيف نجب أن تعاونوا مع ليبيا هل ممكن اليوم التعاون مع ليبيا صحيح هم هذو مولادنا اللي قوموا بالعمليات القاوم موت قدم وين على راحتهم يتدربوا وكذا ومن بعد يرجعون لنا جهزين كيف نجب أن تعاونوا مع ليبيا مع شكون في ليبيا هناك أطراف متعددة فما أطراف النجم ونتعاون معها القضية أنه الدولة الليبية اليوم معناها غائبة خاصة بالنسبة بالنسبة لعدودنا ولكن هناك علاقات يجب أن نبنيها مع الجهة الأخرى معنا من الطرف الطرف الليبي مع كل من يمكن أن يشاطرون نفس نفس الموقف والحرب ضد هذا الإرهاب وهذا موجود وأعتقد أنه السلط سواء كان في السابق ولا اليوم أكثر من مكان بالضرورة باش نكون معناها كما قلت أنت تعرف أنه استيباق قنسي كمال قبل ما يوصل نجب أن تصير الضرب قبل ما يوصل تونس قبل ما يهزوا سلاح ويجيوا الكلام هذا قلناه لما كان كلام عن إمكانية تدخل لقوات أجنبية في ليبيا ورغم طبيعة الحال مبدئيا لسنا ضد كل ما يمكن أن يكون تدخل في شؤون أي دولة خاصة لما تكون دولة شقيقة لكن قلنا أنه إذا كان صارت تدخل هذا على الأقل يجب أن التدخل القوات المعنية بالتدخل هذا تكون تنسق مع تونس وتتصور وقلتها أنا كم مرة أن نحملها مسئولية كذلك بالنسبة لما يمكن أن تقوم به بالنسبة لحدودنا معناها الحقيقة ربما معتناش القيمة أو التصور والاهتمام الكامل بالنسبة للخطر هذا كنا ربما مطمئنين إلى حد ما ولذا يجب أن ناخذ الدرس من الشيء اللي صار ونتصور أنه هذا ممكن يتعاود ماذا من نصوره أنه في الحالة هذه بركة أنا توقعي أنه مع المجموعات هذه وخاصة بالعدد التوانس الموجودين في ليبيا اللي مع الأسف مشاهوا في الخط هذا وفي الاتجاه هذا يجب أن ناخذ احتياطاتنا الآن لكل مش فقط للجنوب وإنما لكل ترابنا الوطني الاحتياط كيف اليوم تساؤلات عديدة وكنت وزير دفاع اليوم المسألة متشعبة معناها ليبيا وناس في تونس وناس معناها خلايا نايم اليوم وتعاملوا معها أمني والقضاء لازمك إثباتات وكيف يمكن الإثبات والإمكانيات ربما حتى محدودة في وسائل الإثبات المتطورة التقنيات المتطورة معناها اليوم نحن نواجه في خطر خطر كبير على تونس اليوم مجموعة حابة تفك مدينة مدينة فيها ما يقارب 120 ألف ساكن مدينة مهمة مدينة بن جردان ومعناها اختار كبير على تونس وحسوا روح أنهم قادرين يفكوا بن جردان بمئة شخص أو ستين شخص أو سبعين شخص ربما أكثر ربما ربما أكثر المسألة معقدة ومعقدة جدا ماذا تستوجب تستوجب خاصة عمل كبير بالنسبة للاستعلامات لأنه بطبيعة الحال مثل هذه الأشياء ما تصيرش لو كان كان فما معناها نجل نقول أعداد لمثل هذه الحالات وخاصة بالنسبة للاستعلامات وبالتالي أعتقد نقطة الضعف تكون غتي المقصود بالاستعلامات استعلامات هو أنه معناها ما تعرف كل ما هو مخابرات كل ما هو معناها قروب من الشحب قروب من الواقع باش نكون على دراية بما يصير بكل تحرك يجب الآن أن نشك في كل شيء باش نجمل حافظ وعلى أمن بكل صراحة سي كاميل سلاح مدفون في بنجردين ومعناها مجهز من مدة وهؤلاء عدد منهم من أبناء بنجردين يعني هما شاو في هذا المنح وعدد منهم فهناك ربما دعم جاء من مرات أخرى ولكن هناك عدد أيضا كانوا موجودين ويعرفوا الأشخاص وعملية الأسناد صارت مسبقا وكأنه الماكينة متعلست علامات من خدمة شمليح غادي صحيح لكلام هذا توقع هذا لأنه ما عنديش تفسير آخر صحيح أنه أغلبهم كما قلت من المنطقة ولكن كان من المفروض لأنه هذا الشيء اللي صار مش متع تحذير يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين هذا مؤكد أنه مخطط معناها محضر منذ مدة وربما حتى اختيار الوقت عنده دور وبالتالي هناو بالضرورة يجب نقوي معناه كما قلت العمل الاستعلماتي وخاصة خاصة التنسيق بين مختلف الأطراف كان صراحة قد كنت وزير دفاع كان هناك تنسيق مع المهربين لا على أقل بالنسبة للدفاع ما كانش موجود للمعلومة المعلومة المعلومة مؤكد أنه فيما بطبيعة حال لما تبحث على المعلومة لازم تتعاون مع كل الأطراف باش تكون عندك المعلومة وفي بعض الحالات تأتيك من حيث ممكن أنه ما تتوقح وهذا وهذا بطبيعة لازم تفكير جديد ومنطلق جديد بالنسبة للمستقبل لأنه ما يزمن نتصور أنه هالناس هادم حتى ولو والحمد الله منتصرين على الشيء اللي يقع لكن يجب أن نبقى دائما في أنه اللي تقال المهربين كانوا تحت أنظار والدولة وقتها في عدل نظام السابق اليوم صار انفلت معناها هرب ما شئت وفي فترة من الفترات وكل يوم هذا النزيف توقف منذ مدة ولكن التخزين صار والتخطيط صار وكل شيء صار سابقا هل أنه كان هناك نعود نطرح سؤال المناكن وتحت أنظار ويعرف الدولة تعرف شكون اللي قاعد يهرب وفيش قاعد يهرب وكانت فعلا في أشياء ممنوعة حتى المهربين كانوا يمتنعوا على تهريبها ويبلغوا حتى لبعضهم الحقيقة الشيء اللي نحب أقوله أنه بالنسبة للجيش الوطني حسب العلمي أنا والأربعة سنوات ونص اللي كنت فيها ما كانش معنا شيء معمول بصفة ربما بهالبساطة بصفة هذه ربما يكون مع الأجهزة المعنية في الأمن الوطني ممكن أكثر منه بالنسبة للجيش لأن الجيش كما تعرف خاصة معنا مسؤوليته كانت هي الحدود الفرق الكبير هو أنه قبل كان عنا تعاون مع الجهات الرسمية في ليبيا كما هو كان الشأن بالنسبة للجزائر نعم قرارات السياسية اللي صارت والقرارات هي منع معناها وغلق الحدود مع ليبيا إلا في الجانب معناها اليراجعين ليبيا من المواطنين فقط الليبيين هل أنه قرار هو المناسب في الوقت هذا أنا أعتقد أنه في وقته ما كانش فهم معناها حل آخر على الأقل حتى ولو ربما تحديد الوقت لكن فكل ظرف هذك اللي صارت فيها العمليات الإرهابية هذه ما كانش فهم شيء آخر يجبنا نقوم به في انتظار أخذ قرارات أخرى هل نغلق الحدود حتى تقوم دولة في ليبيا متماسكة مقادرة على بسط نفوذها على كامل التراب حق من حقوقنا ولكن يصعب هذا نظرا للعلاقة بين الشعبين وصعيب باش تبقى الأمور بتبقى الحال لمدة طويلة في هذه الحالة أعتقد أنه نجم نقول قرار وقتي ضروري في انتظار إجراءات أخرى شو النجم نعمل لحماية هدودنا تكثيف الحراسة والفنينين يعرفوا هذا أكثر مني بطبيعة الحال وخاصة خاصة استباق الحداث كما قلت بالنسبة الاستعلمات أي قرارات سياسية اليوم لابد أن تتخذ من الحكومة أي تعامل سياسي مع هذا الوضع أي تغيير مفروض مع وضع جديد اليوم يتطور معناها الخطر والأكبر اليوم ما فيش أدنى شك في هذا ويجب أن يكون كذلك إلى جانب القرارات اللي بيشتخذها الحكومة واللي خذت لبعض منها يكون هناك تعاون ومساندة من طرف كل الأطراف ومعناها والحكومة بالضرورة كذلك يزمت كل الأطراف المعنية وهذا كعليش بديت باش قلت في البداية أنه نحن كأحزاب اليوم أعتقد أنه يزمنا نتخلاو على المشاكل اللي كنا نتحدثوا فيها والأشياء اللي اللي ربما كانت تسبب معناها خلافات بيننا إلى غير ذلك وتنغص وتنغص على الشعب التونسي وتحسوا لي محدم ومهتم بيسي كمالي لهين في همكم وهمكم مش هم من توانسة هذا انتهى لما نقولش هم لما مش هم من توانسة أعتقد أنه فما شيء يتصلح وبطبيعي باش الأحزاب تتفكر بطريقة أو بأخرى ولكن اليوم فما وضع جديد فما معناها أوبليغاسيون أو معناها والتزامات جديدة يجب تكون بالتعاون بين كل الأطراف ونفكر اليوم ننسى أحزابنا وننسى الخلافات التزام هذا التزام منك هذا التزام مني كان دائما هذا الالتزام وإن شاء الله يتواصل ونطالب بذلك واخذينا حتى مبادرة بالاتصال ببعض الأحزاب ما زالك ما تجسمتش للنظر في هذا الموضوع كيف نعمل سويا سويا مع بعضنا خاصة بالنسبة لأمن بلادنا واليوم المعادلة واضحة هي أمنية واجتماعية ما في شكل ما فيماش معا اقتصادية فيماش معادلة أخرى اليوم معناها كل مع بعضنا وإن شاء الله نخلطونا عنه شي حاجة كل واحد يجبد واحد واليوم كل واحد يجبد الجهة عشنا عام كامل إرهاب وكذا وكل واحد يحكي على مشاكل والخاص الداخلية عارك أنا نجي على اليمين وانت يجي على اليسار وانت يجي هنا شوية في الوسط هكيا جحز أنت من غادي شوية خانتعد أنا هذه الوضعية الكارثية راي خليني أنا كنت حتى كي جيت بحثكم منذ مدة وفي كثير من المناسبات الأخرى أقولها بكل تواضع وبكل شرف كل من الأوائل أو ربما أول حزب اللي نادى وتتذكر هذا بإنقاذ وطني وببرنامج إنقاذ وطني وبطبع الحال ما نتكلموا على الإنقاذ الإنقاذ مش في الأمور الاقتصادية والاجتماعية فقط ولكن كذلك بالنسبة لأمور الأمنية متاع بلادنا إن شاء الله معنا بعد هذا الدرس الأليم هذا بكلنا نفهم أنه لسنا أي شيء إذا كان ما ناش متفقين على البرنامج ومتفقين على منهج لإنقاذ بلادنا كنت نتكلم ونقول إذا ما نعتبره رواحنا كأننا في حالة حرب ونقول لا احنا ما ناش حرب تقليدية لكن اليوم مع الأسف الشيء اللي صار أمس أصبحنا بالفعل في حرب ومش في حرب بالمعنى المجازي للكلمة لأنه هي حرب ضد البطالة حرب ضد التهميش حرب ضد عدم التوازن بين الجهات حرب حرب في كثير من المستويات ولكن اليوم مع الأسف رجعنا إلى حالة حرب عادية معناها اللي يلزم بطبيعة الحال نتعاملوا معها كحالة حرب تستوجب مساندة السلطة القايمة وحتى بالنسبة لأمور الاقتصادية وغيرها فما يعرف باقتصاد الحرب دعم الحكومة ورئاسة الجمهورية بالكامل مع طبيعة الحال دعم الثقة اللي يزم هتكون موجودة بين الحكومة وبين بقية أطياف المجتمع السياسي والمدني مش كخبارشة سيد كمال مرجين بركة الله فيك شكرا لك رئيس حزب المبادرة اشتركوا في القناة